انسحبت القوات الإماراتية أم لم تنسحب؟ سؤال تفرضه خطوات وإجراءات الانسحاب الإماراتية غير الواضحة والتي توجد في الثلاث من أكتوبر بالإعلان عن انسحاب كامل من محافظة عدن مع إغفال الإشارة إلى مناطق أخرى تتواجد فيها هذه القوات توفر الدلاء الواضحة على انسحاب إماراتي من عدن أهمها وصول أعداد كبيرة من الآليات العسكرية السعودية التي تموضعت في المرافق الحيوية في المدينة تمهيدا لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يدور حوله الكثير من الجدل ومن هذه الدلائل البيان الرسمي الإماراتي الذي أوضح بأن ما اسمها قوات الواجب قد سلمت المهام الأمنية والعسكرية في عدن للقوات السعودية واليمنية بعد أن تمكنت بالنشر الأمن وتعزيزه في مختلف أرجاء المحافظة من خلال قوات يمنية عالية التدريب وقادرة على تثبيت الاستقرار ومسك الأرض بطريقة عسكرية احترافية على حد تعبير البيان الإمارات وفي هذا البيان توعدت بأن قواتها ستواصل حربها على من أسمتها التنظيمات الإرهابية في المحافظة اليمنية الجنوبية والمناطق الأخرى في إشارة لا تخل من الدلالة على استمرار تدخلها المفتوح والمنفلت من عقال المسؤولية والالتزام تجاه الدولة اليمنية صاحبة السيادة على الأرض بالإضافة إلى كونها بنظر المراقبين محاولة مكشوفة لإعادة إنتاج ساحة سورية أو عراقية جديدة في اليمن لمصارعة طواحن الإرهاب وفي الساحل الغربي والجزر التابعة لا تفيد تصريحات قادة موالين للإمارات بانسحاب إماراتي من هناك حيث تحكمت على مدى عامين بمسرح العملية العسكرية فيه ومضت تزرع التشكيلات المسلحة خارج نفوذ وسيادة السلطة الشرعية يأتي ذلك فيما لا تزال أبوظبي تحتفظ بمركز قيادة في مطار المكلة عاصمة محافظة حضرموت كبرى المحافظة اليمنية مساحة أهم أهدافه محاربة من تسميها التنظيمات الإرهابية مهمة وصفت على الدوام بأنها مراوغة وذرائعية وتأتي في معظم أهدافها خارج سياق المهمة المركزية للتحالف في اليمن إلى جانب ما أحدثته من تعطيل لمؤسسات الدولة اليمنية ومرافقها الحيوية كمطار المكلة الذي تحول إلى معتقل للتغييب والتعذيب وامتهان كرامة الإنسان تغادر الإمارات الساحة اليمنية بالتقصيط الممل بنظر العديد من المراقبين لكنها في خاتمة المطاف تغادرها مثقلة بخيبة أمل كبيرة جراء سقوط أهم مشاريعها وهو الانفصال وفرض نفوذ مباشر على محافظة أرخبيل سقطرة حيث من المتوقع أن تبقى من بين منقصات عديدة تتغذى من الدعم الإماراتي إلى حين